من باريس ستنضم إلينا مرسلتنا عزة غريبة عزة أهلا بكي يعني ضعينا في صورة أبرز ملامح ما تم التواصل إليه حتى الآن وتم التداول بشأنه في هذا المؤتمر نعم روج نحن في مقر مؤتمر باريس لدعم ليبيا والذي يعقد خلف أبواب مغلقة الآن بعد وصول الزعماء والصورة التذكارية التي جمعت المشاركين في المؤتمر الجلسات مغلقة يسلون منها بعض التسريبات للكلمات التي يتم إلقاؤها وخصوصا الرغبة من جانب المنظمين وهم بالمناسبة لا يقتصرون على فرنسا وحدها بل التنظيم هو فرنسي إيطالي ألماني إضافة إلى الأمم المتحدة وهناك تركيز من جانبهم على ضرورة أن تكون الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل في ليبيا أن تكون شفافة ونزيهة وأن يتم قبول نتائج هذه الانتخابات وهناك تأكيد من كل الأطراف على هذه النقطة هناك كلمة لأيضا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة يقول فيها بأنه يدعو لوضع ضمانات حقيقية لقبول واحترام نتائج الانتخابات من كافة الأطراف الليبية هناك دعوة أيضا جاءت من رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في نفس الإطار ويدعو من خلالها إلى أن يقول من خلالها بأن ليبيا تحرص بأن يكون هذا المؤتمر بداية لانتخابات متزامنة رئاسية ونيابية مقبولة النتائج أيضا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان له كلمة في ذات الإطار يدعو فيها إلى احترام معايد الانتخابات وفي الوقت نفسه يؤكد على أن استقرار ليبيا يؤثر على استقرار المنطقة بأكملها وأيضا استقرار الدول القريبة من هذا البلد شكرا جزيلا لمرسلتنا من فاريس عزة غريبة